استكمل مجلس النواب في جلسته المسائية مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والصحية لعام 2016 والذي تضمن حذر إجراءات عمليات لتغيير الجنس والاستنساخ البشري في حين يسمح مشروع القانون بإجراء عمليات تصحيح الجنس ضمن شروط وفي فقرة أضافتها لجنة الصحة النيابية رهن مشروع القانون إجراء أبحاث وتجارب طبية على الإنسان بموافقة خطية منه وتصريح كتبي بذلك من الجهة التي تحددها الجهة المعنية وبحسب التشريعات النظمة ومنع المجلس كشف الطبيب على مريض من غير جنسه إلا بحضور طرف ثالث كما منع توقيف مرتكبي الأخطاء الطبية إلى بعد صدور حكم في المقابل يمنح مشروع القانون الحق للجهة المختصة بكفي يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاف أي إجراء تأدبيا آخر بحقه في حال صدر قرار قطعي بعدم مسؤوليته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر